جامد ليه وجامد عالمين جامد ليه وعالمين بجد كلمة اللي جامد كلمة قالها الكابتن سيد عبد حفيص في المناظرة اللي عملها الزميل إبراهيم فايق بينه وبين أحمد حسان ميدو وواضح جداً إنه الكابتن سيد لما وصلت بيه المسألة قال لك يا عم خلاص طب أنا جامد فالتاني كان أحمد عفيفي عفوا كان سيد عبد حفيص وأحمد عفيفي عفوا فبقت المسألة عفيفي مسك فيها وقال له خلاص يا عم أنت عشان أنت جامد وعفيفي بدأ يروج للمسألة في خلال حواره مع الكابتن سيد أو المناظرة ديت على إنه الآل بيدونه الحاجات دي عشان جامد وبدأ الترويج السلبي للمعنى اللي كان سيد بيقصده سيد ما خدش وقت كافي يفند أنا جامد ليه فبدأت المسألة كما لو كانت هي فرد عضلات فالتاني برضو ساء في الترويج السلبي في كل حاجة قاموا عشان أنت جامد فمشت المسألة في هذا السياق إلى أن شفنا أحمد حسام ميدو برضو بيستعرض الرجل عضلاته وبيقول لي سيد أنا بقى أنت لو كنت قدامي وإنت جامد علشان أنت مش عارف إيه وبدأت المسألة كلها في الترويج السلبي المعنى جامد عكس اللي كان سيد عب حفيزي وقصده لا الأول أنا جامد أنا جامد أنا مش جامد أنا جامد بإيه؟ بتقليدي بقيمي بشغلي بنظامي بخطتي بإن أنا وانا قلت الكلام ده قبل كده برضو على الجملة دي بإن أنا عندي تداول ناعم بين المتنافسين على قيادة النادي الآلي بحاج بيغل على حد ولا حد عايز يفشل حد ومن هنا يأتي استقرار الآلي لأن كله بيدعم كله مهما كانت درجة المنافسة اللي بينهم هذا قوتي هذا نظامي والمدش والمضحك أن الذي كان يعترف ويروج ويدعو أيوة اعمله زل آلي ليه ما بنعملش زل آلي طيب هنيجي إحنا للجزء ده من ميدو لكن لما يوصل به الأمر أستاذ إبراهيم لا هو عارب بيقول إيه هو عايز يديلك معنى سلبي يقول له هو أنت مش جامد طيما تسيبنا أكسب فلوس وأنا مسكك يعني سيبك عمل إيه فوت علي في المكتب يعني أقول لك إيه يعني أسيبك تكسب فلوس إزاي يعني لا وأنا منعك تكسب فلوس ما هدين نقطة ما هدين الكلام المضحك إزاي كنت أنت جامد ده ما تسيبنا يا أكسب فلوس الله ما تكسب يا عام أنا أنا بكسب فلوس ليه لأني بأعمل البقاء أنا كل يوم التاني بأعمل حاجة تجيب لي فلوس بكتهد ونظم نفسي واشتغل وأنت اللي قلت كده قلت الأهلي بيعمل فروع الأهلي بيعمل ميديا تتحط عليه على ناتو خلينا نقول بس لجمهورنا هو الأهلي جامد آه جامد بس جامد ليه إيه الأمارات وإيه الأسباب وإيه اللي منع غيره أن يستق نفس الطريق لأن المناقش ده مهمة جدا على فكرة ولازم أن جمهور ياخد باله أنه لا يراد لها الترويج السلبي والصورة العكسية الأهلي جامد جامد بجمهوره لأن جمهوره بيديه له القيمة الكبيرة جدا في التسويق أنه يبقى النادي الأهلي صاحب أعلى القيم التسويقية في خلاف على كده النتيجة شركة زي أبسوس لما تعمل قياسات للرأي العام تقول أن شعبية الأهلي قد كده أنه لما تيجي شركة صلة السعودية تدخل السوق المصري تدرك حجم السوق للنادي الأهلي أنه القيمة التسويقية وقيمة الرعاية للنادي الأهلي بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا الجمهور الكبير تفضل القيم السوقية للنادي الأهلي مع كل حقوق رعاية بتتضعف سيبكوا بقى من الكلام اللي ردنا عليه في موضوع الأهرام لكن الأهلي جامد بجمهوره جامد بنظامه لأنه أنا قلت لكم أنه لفترات طويلة جدا أكتر من 95% من بطولات النادي الأهلي المحلية حققها واتحادوا الكرة بيديروا شخصيات زمال كوية من أول حيدر بياشر للمشير عبد الحكيم عامر للكابتن محمد لطيف للكابتن نور الدالي للكابتن حمد أمام للأستاذ عمر الجنيني مروا دول خدوا بالك دول أبناء نادي الزمالك الخلاصاء فيه شخصيات منتمية للزمالك زي الدكتور حسن عبدون بذبت قد أعزي أقول لك شخصيات زمالكوية لكنه أنا بكلمكم على الزمالكوية هل هو عبد العزيز عبد العزيز قبيل فأنا بأقصد هنا الأهلي جاء فأبو العز فأنت بتتكلم على أنه الأهلي جامد بنظامه جامد برجالته جامد بسوابته النادي الأهلي من خلال كل هذه الظروف عنده نظام ماشي عليه